حكاية الليلة فكرت بزاف وش أنا ندوزها ولا لا مشي حيتاش ما فيهاش عبر الله بالعكس ولكن هاد الحكاية بالضبط أنا متأكدب لأنها مزار بقى كتتعود في مجتمعنا اليومين هذا وكينا منكم إمكلي كتسمع ليا دابا ويا عارفة شيوحدة كتعيش بحل هاد الأمور ولا هي النات كتعيش هم كنت فكرت وش أنا ندوزها ولا لا لأنه سعاد واللي هي صاحبة الحكاية حطرسها وسط وحد العالمي ومستحيل شيوحدة تكون كاتب غيراتها تقبل به وأنا كنسمع القيصة ديالها كي يبلي الجواب واضح لبزاف ديال الأخطاء أني ما كنت تلحوش ما تمشو فين ضرورة تسمعوا معي حكاية الليلة وتشاركوا في الكيفوي اللي غادي ندلكم اليوم سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتم لكم تكونوا في خير ويا خير وموركم هني وأحوالكم طيبة إذا كنت يجي على القناة نقول لكم مرحبا بكم وإذا كنت من أهل الضار كيف العادة راكم عارفون بأنه الضار داركم اليوم سأقول لكم طريقة المشاركة في الكيفوي اللي كنت وعدتكم به أخر مرة ولكن قبل سأقول لكم شنو ستربحه فأخليكم مع هذا الفيديو قصير المحدودة اللولة اللي ستربحها تخص عندها فيها روتين كمبلت كلينزر أباسا سيسيليك أسيد وعندك تخواتيالي سيروم فيتامين سينيا سيناميدو الخيتينول مع كرم إضغطة وكمبلت المنتر اللي جامع البشرة والدفار والشار غواشة أكيد باش تدري مساج ومسك أما المحدودة الثانية بقادة التخص باش تعلف لكوخ ديالها كامل يكون لك جوجة تقشرة وحدة إكسفونيونت اللي هم يموكشرة ديال الرجلات وحدة إضغطة ستبقى معك ديمام على كرم إضغطة ديالها كمبلت المنتر ديالكولاجين فوطة باش تنشفي شعرك كي يتخزي فيك صف تنشاف مع سكراب اللي تدريه من بعد لادوش اللي يجعل رائحة رائعة في الكوخ وإن قومة بياتور اللي تعود لكو الغازواء وبيانسور ماسك هذه المنتجات اللي اشتو هم حقيقيين وكتبان عليهم النتيجة وعن تجربة وغير غير ننعلن الاسم متاع الرابحتين غير نصفت لها اللي يربحات في أقل من 24 ساعة فباش يقدروا يبحون منكم زوج ديالناس طريقة المشاركة جد سهلة هو اللي اللي ستجعلوا اتعليق لتحت يا اما صاحبة الحكاية او لا شنو ما بغيتوا ولكن كان بلا انا ستتهم لكم هذه القصة وستجعلوا لها هي الرسالة والحاجة الثانية هي انكم تابونوا لصفحان تعيو ترين دي بروتكت على انستغرام اليوم الاثنين سنعلن اعلى زوج رابحات لنبعد ما سنتحقق من هات الزوج الشروط واشتبقاتهم ولا لا وصافي المهم الحاضر يعلن الغيب بسم الله يالله لنبدأ أنا سعاد طفولات يريد وستاذ زوينة وعندي فيها ذكريات تقول يريد كون رجعت لها ما بين المدرسة والقراية وما اللعب يعني اللعب سنعود لكم لا لدي علاقة نهائيا بسبب الطفولة بابا كان خدام علاقة الحال ولكن كان مفر لنا أي شيء في المستطاع وحل عليها فمنا كان أنا وزوج من أخوتي كنت الوحيدة عند وديدي القصة ستبدأ وانا صغيرة في بداية المراهقة التي كان عيد رمضان وكان عندي 13 سنة كنت أنا وماما وصاحبتي واما في بلاصة عائلية تغذو فيها ويدوز فيها العائلات النهار كنت أنا ذاك مازال وسط الألعاب تنلعب لأن تكون في عمره 16 سنة بحلاكك سلام سلام شو اسميتك اسمتي سعاد قال لي يا حجاش هذا الدري صاحبي عجبته وبغير يهضر معك وقلت لي لا أنا لم أكن معنا صغيرة ومعمرني لم تحطي موقف بحال هذا لكن بقى مصرع لي والبنت اللي معي صاحبتي سيسولني ما اسميتها آه هذي فلانا وأنا راه سعاد مشجب لي النمرة باش أنه يعطني التساع وشديتها بقى كان عقلة جيت للطار أنا ذاك بقى ما زال ما كان شتليفون عند كل شيء مشيت للتاليبوتيك صونيس وقلت لي هل أنت مو داك تريكو البيض ولا الموف مع العلم أنه اللي جادوى معي هو مو دريكو البيض قال لي أنا مو دريكو البيض وقطع ومبقيت شباب ندوي معه من شهات الأيام ودست العطلة ورجعنا لمدرسة وانا كنت نقرأ ذاك في الثامن ذاك تدريت لقبية في المدرسة وجادوى معي وانا مبقيت وانا عجبني لخر بيض الذي طلب مني النمر لكي يعطي به يقب معه ويقول لماذا أصلا عجبني هذا ومشي هذا لا يحيي للي وأصبح مقديمة نفكر حتى يوم وانا مرد من المدرسة هو ساحبتي وعيد لها بسميتي فأشرت تخلطي عن الاضحكة والمحلع ولم تعرف نوتراليا وتحكت معها وزدت ومن ذلك النهار أعود أن أقوم بصخرة و أخرج كل عشية لسويق أحد الضار غير بشأنه نرى ماذا سيبالي أو لا هو كان فيما شافني كان كيتبعني والتي استمرت هذه الحالة لمدة 9 شهر كنت أريد أن أتضر معه ولكن كان خاف لأنه و أنا ماما كانت ديراني بحال صاحبتها كنت أقول بأنه كانت تقفية لا نستطيع أن أقوم بشيء خيبة من مراهة حتى الوحد النهار سيحبسني بزيز مني و سيقول لي دابا سيصدري معي و مع ذلك الوقت كانت تصدفت الساعة فشجعي بابا و قلت له صف صف خلي حتى الغضاء و هنا فين ستبقى صديقي معه و دابا سيقول لكم ركزوه معي في الأحداث ذلك السنانة سينجح و سأخرج إلى 9 شهر و هنا كانت تعلق به حيث هنا فين ستبدأ العلاقة الصغور والتي غير مهتمة بالقرية كانت صف القسم و بدأ معها غير سهية و اضطريت بشأنني نعاود تسعى اللي فيها غادي تعاود نفس الحاجة حتى للمرة الثالثة ما كان نجحش دابا نبقى معي عاودي ندير لك السواع شو نوقع لك؟ و كنت مجتهدة و على شهادة و على شهادة أنا هنا قررت بلي أن المدراسة هي لي ما غاديش نمشي لها ببساطة و هو شد لبك و قال لي ما تبقيش القرية قلسي أنا ديمة بالي معك و أنا كانت تقاتل بشأنني ندير مستقبلي معك لكي نزوجك أنا بدأت تقاتل بشأن الصغر المراهقة قلت لهم لديك المدرسة هي اللي ما بقيتش بغيت نرجع لها عاونا قلسي غير في الدار و قلت لأن السيدة عمره ما غير يشوف عليها شي حاجة خائبة قلت بحلاكك قلسي 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 و كانت نافي مثل واحد النهار جاءت عندي واحدة بنت خالي قلت لي سعاد 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 قلسي نقول لك واحدة لك اللي خليت المدرسة على قبله وتحقق عليه و خصمك معا و سعاد ويصف و هل سوف يشفع و هل ساعد كم يشفع بطبيعة الحال كنت اخبرت لأنه ثقائتما هي باب كنت ذكر بالعالم أنه يدير أي شيئ إلا هو و انا ذاكرة كنت تطرت معها وتخيله معي خمس سنين قلت أن لنرى سأبقل ذلك قلسي و لا سأجد مع بنت خالي و سألقبها صدفة هو عنده وذارها لكي يلسطها ويوصلها فين كاتقرة سيقلبها عليها ويقول لي فين غدا بلا ما تقوليها قلت لي غدا نمشي نشوف الخالي لديارك وهنا ما عرفت صرفيقه مني جاتني حيديت التليفون وقال لي دابا غدي ترجعي في حالك ما قلت لكم باللي انا ودي سنوات اللي دوست معاه دلست في العصاة والبكاء ويدي ديمان في الدعاء وديمان راعفة مع عبز السافجي للتفاصيل ارجعت ودان معي باللي انا وفلح شي غدي تلاقينا وقال لي انا ما سنعرفهاش انا اكيد شفته تعصب سوف نهده وسمحت له ورجعنا علاقتنا دانس يوميل هو يقول لي يا سعاد نجيك الصراحة انا رأيت ان اهضر معك ومع فلانا وحقيقة راني كام بريكم بزوج وما ننقدر نتفرق عليكم بدأت كام كو قلت له احنا ستحبس العلاقات شدني ودكدقني مزيان لدرجة انه جرجني مع الارض وهذا الشيء كله فوح الدربلي كان خاوي بحل جل بيع جماعات لا اعلم اذا كنت يدر لي ضل او صبر لكن سيكون له نتيجة وخيمة اكيد مستقبلا ارجعت لدارنا وانا كل حالتي اكيد ستقولوا كيف بابا وماما لا تلاحظوا كيف توقع لي من حسن حظي انه بابا مسكين كان يخذ بالليل وفي النهار وكان نرى ساعتين في النهار وصف اما ماما كانت عارفاني وكانت تنظر معه وبكثرة ما كانت تقول لي انه لم يصلح لك صفيعيات ولم تبقى تحكر عليها وكانت تجدين مضربة للدار وكانت تقول لي اعبار عليك انت للا ثقافة سنقطع معه واحد شهرين ورجع معه الثاني سيطلب ويرغب وسامحته ولكن علاقته لا تقطعه مع ذلك الاخرى انا عارفة بأنه في هذه المرحلة كل هذه اللي تحكي لكم هي حرام في حرام وليس لديها معنى ولكن ما حسبتها من الأول يجب عليكم تعرفوا ماذا سيقع من بعد لكي لا تفعلوا نفس الأخطاء حيث انا متأكدى لأنه لا مراحقات يسمعوا لهذه الحكاية وحتى الأمهات لكي نبهوا بناتهم ويقرصهم المهم هو نهار عيطت لي واحد النمراء قالوا كون معي جاءت حدى دارنا ونصدم حيث نتلقاه هو اللي يجيبها لي خاليلة ديالو ونزلها من فوق الموتور وقالت لي اجي الفعالية تاركة انتلي ضربة معها خمس سنين ومن امسا كنت تعرفوا؟ هو من المراهقة تقدر لي الإشارات باش انه ما نقول حتى شيئا فاش ما تتوقش له غادي ضربني قدامها ورعفت وبدأ كيعير فيها وبدأت هيك تعير فيه تخيله وبقى تابعها لا عفك ما تخلقيش رغير كتكذب عليك مشيت لدارنا وقطعت عليه وبدأت نقول مع راسيه حياتي باطلة ضاعت اجي ندرشي تكوين مشيت نسهول باش انا نجمع الوراق انتع تكوين باش انتقيد فيه ووجدتهم ومعرفش كيف اشترك الخبار حيث اوانا غدا في الطريق غدا يتعرض لي وغدا يحييلي فلوس نتع تقياد والوراق والكنيسة وقال لي واذا بسير يشوف ما غدا يداري قلت لانا غدا نرجع لدارنا شو نقول لهم فيه الفلوس زادوا خلاني قلت لدارهم وخرجت عندي امه وقلت لها واذا ندار لي واذا ندار لي اعطت له اجي عندي دابا اجي وشدت الفلوس من عنده ورجعتهم لي ومشيت تقياد بعد مدة 6 شهر هذا المدة كلها يتعرض لي في الطريق لماذا تمشي من هنا ولماذا تديري هكا ويحييلي الفلوس اذا كانوا عندي سنتفرق عليه والغريب الامر انه فش كانت تفرق عليه تنوي بخير منورا ونشيطة فقط نعوده وكيف سيقلب وكيف سيقلب ولكن ما الذي يجبني الله اعلم خرجت شهر في شالكة وشهر المرة ومشيطة بابا كانت افق الصباح قبل ان اخرج الخدمة ويقوموا معي وانتغي ويوصلني شهر المرة لم يكن اضروا مع ذلك الخليل وفي شهر ثاني ارجعت معه وكنت معا واخر كانت اقاذني فشارت لي يبقى لي لا يستطيع ماما تقول لي أن أتتخل عن المستقبل لقبلي قرائي وكملي وخدمي أنا أريد أن أجعلهم أن أسابة للطريقة بعيدة و أنتتخلص على تبايرها و أنتخلص فيها سيتعود لي القصة من أول و جديد سيناريو و ليبناء و العصاء لماذا أن أتركت هنا لدرجة أن أماما لم أكن أخرج معها لأنه كان يقول لي لا لا تخرجي مع الكثير من الحويش التي لم أكن أخذتهم كنت أمشي دارهم وقد أمشي دارهم أبقيت في نفس السيناريو لتتعاود فأنت أشهدت الخدمة حدثت دار وفيها تعرفت على أشخاص جديد أعجبني الحال وفرحت لكن هذه هي خبار من أول وجديد والتي كانت خافة لأنه يأتي وقف عادية ولكن هذه المرة غريبت الخطة والتي كانت أخير مختلفة ويقول لي انني أريد أن أفعل هذه وقد كنت أعطيه بلا أن أفكر حتى أعود من جديد قال لي أن أتعلم وحبسي من الخدمة لكن لا أحبس ثانيا نفس المشكل لأحصى والصداع أأتي بمعنى لتحديد التلفوني ويضربني حتى يأتي أحد من نهار للخدمة ويأتي بمعنى لتحديد التلفوني لا يهديك السفلان ونسى أن أتلقى بلها هنا لا أنا سأتبقى هنا وكانت انتظروا فيها ويقوموا فيها ويأتي بمشي عند شخصة ملشي وقال لي بأنني وانا خيبة ولا أريد أن اعطيه الماكد ويأتي بمعنى المرأة خرجوا وقتلنا فيها وتقدم الخدمة وقال لي وقال لي وقال لي ورجعت للتار وقال لي وصلحني وقال لي اريد أن تفصل لي فتب قلت لي كيف يجل عندها انا اعلانيتي سأقول لي اخي اذهبت وقال لي دخلي اركضت انك في السطح سد الباب واجبت علي جنوية وقال لي اليوم سأتبحك اوالي ماذا تقول افلان؟ ماذا أريد ان تقوم بعمل انت تطرب مع الدرالي في التليفون وانت غير هذي و هذي و هذي ذلك كله انت اللي كنت تقوم بعمل وركتك حداية وكتشوف علي كل شي بعينيك عندما تذهب وكتشوفني ويريدة نقول لي اريد شيئ عمي لان تخرجني من هذه البلاثة حتى يسمعون الدقان ويأتدخل مردخور اما لا اعرف كيف سأترى لي اماما لم تتحمل ماذا تقوم بعمل اذا اذا لم تتدفع لك سأتعاني معه ونرى يومك اذا لا تراهي لكي تتحرك وليس كنت مسوق الى لهذه ومتقول لي انت غير تخربقى وانت لا اعرف شيئا انا دائما تقول لي انت شوفي لا تأتي أي شيئا ما كينا تشي معقول وشوف كيف يعد بكم كرفسك انا ذاك الهدراك كله كانت تدخل لي من هنا و تخرج من هنا و اخي قول لي عليه اللي كان وهو كانت يباليه في شكل كانت يباليه ملاك و اخذك الاحصاء و اخذك الاهان و الدل و العذاب و كيباليه بلي انا و ذاك الشيك يدي لي غير بشي يحميني و بلي انا و تغير عليها و بلي هذا الحب الحقيقي واحد مرة كنت تقديت و مشيت لعند ماما الحمام باش نحك لها ظهرها و نرجع هو غادي تبعني و حيث لا تريد ان اوقف باش انا نهضر معاه حيث كنت مخاصمه سيضربني ضربه واحدة لدرجة انه الضفار و تخشو ليه في عيني و خرج ليه الدم و نتانجيري سيتبعني و مباليه غير واحد الحلاق اللي تخبيت لعنده و اللي يفكني منه بقاطع بعني فاش خرجت لدرجة انه بقيت كنقول في الزنقرة شفار شفار احد يقدر انه يمشي ماما شفتني في ذاك الحالة و قلت ليه اتشيره بزاف يلا معي يلدرهم مشاهدت مسكينة تشكس عن دمه و قلت للماما صافي و اللهم ما يبقى مازال يهضر معها تفرقنا تخيلوا معي 6 شهور شهوره و السنوات كتدوز و انا ما زال ما بغيتش نفاق اقالي نعود نرجع معها حكيتي فيها نفس الموال خدمتي يخرجني تفرقنا كيتبعني مره يضربني مره يفدعني تدست الدنيا عليها و ما بقيتش عارفة من رأسي الاجلي حتى قررت باش انا نمشي عند خالي حتى قلت للمديني احد اخرى باش انا نرتاح حتى قلت للمديني ابل فيديو و تيوريني البنات و تيقول لي ها ها ملالياتك و انا تنشوف ذاك شي مع قلتش على راسي قلت انهزوا واحدة زواره حتى نضرب في دي الدم ما بغيتش يحبس طاحت ما فقط حتى كالقراسة في السبيطار دوزت شهرين عند خالي اللي حتى هو كان عارف القصة ورجعت من عنده انسان احد اخرى وليت كان لبت اللباس لي هو شرعي والعبايات واتبدلت وغلاضيت وحيته من بالي ومرت خالي كانت مهلية فيها ومخصاني منواله ارجعت لانه كان عندنا واحد العرس كنت خارج السويق انا وبنت خالي ان اخذ فولاره اللي تكشيطة ديالي حتى كيباليها هو جاي مع واحدة اللي كان شدها في ديها انا قلت ان اقول ابنت خالي شوفي عارفتي انا ما غاليش نضوي معمول الفولارات حيجة شفلان را تابعنا اذا مشا حتشفني معاه وخسلت علاقتنا غاليشوها قالت لي واش من نيتك ومعاليك خيتي وما زالك تفكر عليه انا غالي نسوي لك مولفولارات وما غالي نعرف الدقاء مني نجاتني حتى بجدت كننرعف وكل دمائيات على شخي اخويا شنو بيني وبينك على شخص انا ممول المحل خليت بنت خالي ومشيت كنجرب روحي نعتقاء دخلت لواحد الدرب باش نتخبه حتى غالي نتلقى مع خالته اللي قالت لي اخويا اخويا بقيت معي حتى وصلتني ومسحت لي وجهي رجعت للخدمة وما بخش كنت توقلي وخكي يصفت لي في المساجات حتى الوحد الخضراء وانا قلت اخدام قلت لي عندنا في الدار بنت صاحبي وهو كان ورحنا بغينا نخرج ونصفره وقلت لي صافي وخك ذلك الساعة انا ذا كنت رجعت معه بدت كنسوني ما تجاوب شليا شوية قلت لي قلت لي التساع وانت ثقافة سعاد ونقلب ما اتصفت على تيقار تقلت وقطعتها وانا قلت على السمع لاحظت لي معي وانا ذاك خدت لها قلت لي وانا ذاك عند اصدق ارجو الناس بلف قلت عليه فكرة وانا قلت بدأت مهد لم تنهد اصبت تستمر ولم يكن أسوقت عنه ولم يكن أصبح سعاد سأخبرك سأخبرك أعلم أن أخبرك ولم يكن أتكد أنه إنسان حسن أن يتزوج سنعيش معه وعذاب سنفرح وعندما نحن أولاد حومة وحدة وكل ما يقولون فإن تتقل من اكتباتك. لكن انا أفضل بك. انا ودعونا بأنه سأغنطي به شكل من شخص. قلت لها الماما. ولماذا يعمل بأنك يدوز نفسك. يا قريب الماما. لقد وقعته مما. حينما لم أعرف مجدد. تخيلوا. تخيلوا. 8 شهور نحن مخطوبين. مغمضة عينية. والذي كان نشوف معه غير الزواج ما غاديش نديره العقد حتى النهار ديال اللي عارس علما انه هو عمره مهضر مع بابا على الصداق ولا حتى شي حاجة وحتى بابا قال ليهم انا ما غاديش نبيع ليكم بقرة ذاك الشي اللي درتي معها هو هادك وصل النهار المعلوم مش نطيحه العقد ومش نعند العدول ليسوله شنو بغيت يدير معها تسيدة قال لي انا دبا ما حنديش باش قال لي بابا انا ما درشيش معاياك كافلا خاصك تعطي اي حاجة باش انا كتحللها وصاف نظام شاكل بابا تحصب انا بديت كامبكي والناس كيتسنوا في القاعة باش ندخلوا عليهم ذا نعقد وزن العس دان معي باش انا ونمشوا من بعد الوطيل لكن صدقنا مشينا غير للدار صباحة وكل شي كان هو هادك وخا كنت ندير اخطاء معاه عمرني مفردت في الشرف ديالي وهنا فين غادي تبدأ المعاناة ديال بالصح معاناة نسميوها في عالم الحلال سبعيام اللولا ديال العرس غادي نهز التليفون دياله وغادي بقا كنقلب وغادي نلقاها تيضر مع ديال اللولا اللي كان جابا عندي بالمطور ورقيتهم صفت لا تصاونا تعالي عرسوا الفيديوهات فش عاتبته قال لي يا صفت لا باش تعرفني بل انا نمزوج وتطني التساع اصلا رأي كل شي عارفة فلان لا وهذه وهذه دوست هالي قلت يالله قلنا بسم الله وقدرت بحيلة ما تراويره من بعد اسبوع قد يلقى نفس الحاجة مع ابنات واحدة اخرين ويقول لهم بللي انا هو وهو رأي ما مزوج وحيتاش كن تيغني وتتعرفش شوية الى ماء اخرى في ديال المدينة ولا حس براسه ووقت ما عتبته تقول لي هم اللي تستفضلوا لي وانا رأتن بغيك وكان موت عليك وما نقدش نتفارق عليك دغاية كنسمح لي وكان نضوخ بدوك الكلمات وكان نرجع لكن انا اشتركوا بالخير بللي انا هو دابة واللي ترسميا كن كل عصا ولكن دارنا عمرني ما وصلت لهم الخبار ولا مشيت حتى غضبت عندهم سنحمل ونفس المعاناة ديالما مصافر ديالما ما كانش ديالما باغي يلبس ديالما باغي يدور شي حواج لي بحيلة باقي مدان ما مزوج وما كيصرفش عليا والعصا ولبنات وثمرت الشقة في دارهم وانا غير سكتا بقيت بحالها كاك حتى ولدت بنتي وهنا سنكتشف بللي انه تقول لبنات على بنته وباللي انا وهدخته والتي يقول لهم بللي راني متلق وبنتي راحيش معي انا كنت قيمة بالواجب ديالي صراحة كنت قيمة بالواجب في الدار وممخسر لي منحتاش حاجة واللي بغاها كان درا واخا كانت تتعمل معي خيب عمرني ما تشكت له لا رادركم داروا لي ولا فعلوا لي كي غلط فيها وعمره ما سمع مني كلمة العيب لدرجة انه اخوه كانت يقول لمرته شوفي استوحاد كيف يشغل سكتا بقينا قاعدين بالنفس الروتين اللي راكم حفظته من الول مشينا هكذا حتى قال لي يا بلي انا هو بغا يدوز باك حر وشده ودخل يقرأ واحد الشعبه اولا كيمشي غير باش انه يتلقى بالبنات اللي مدة سنة وانا كنت نشوف البنات من اللي انه مصيد يدوروا لي وتيقولوا لي يا شوفي رجلك شنو تهدير انا عيت ما نقول لها شوف شنو كدير تلوحد نار قال لي انا الصافي غادي نحبس من ديك الشعبه ما عندي ما ندير بيها وديك المدرسة اصلا فيها غير المشاكل والصداع اللي عمرو ما نجح فيها وانتقريتي عام باش انك توش جد وده بغا يضيع ذاك شي اللي بغيتي المهم انت اللي تعرف فسوقك هاداك بقينا بحلاك كاك تلوحد نهار غادي يمشي لمدينة واحد اخرى مع عي طوليه باش انه يغني غادي صفت لي يا ايواء الله يغفر لينا ويسمح لينا ويتجوز علينا ويرزقنا بحسن الخاتيمة انا فرحت لانه عمرو ما اهضر معي بادل اسلو وكنت انا ذاك في دارنا من بعد يومين جداني ودوزني عند واحد سيدة لي كاتبها النقابات وقال لي خساري شنو بغيتي انا ما اترددش لانه وعرس ان في فضل الامر هو خير لي اكثر من حاجة العشية خرجنا ويبوس لي في الديو يقول لي اسمحي لي انا ما نساهلك شا سعاد وانا وض الحرم وانا 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 انا من كانت ذويه مع غازي وانا من ثقاف الاخر انا كنت نذير وكان فعل ويا حربي تسمح لي ويا حربي تفعل لي هنا كان جاء اكتئاب حاد للمدة سبع شهور ويتجي بكي علي كل الليلة ويتحاول ان نتحر وكان يفق من نعاس وكنت كان واسي فيه حتى يعود نعاس ويرتاح كل نهار كان نفس الموال صفي الله يسمح وعفو الله عن ما ثلث و اكتبت لتها فلان و فرحت و انشرت و تعيش عنوية واحد السعادة لما عمرني معرفتها من قبل سوف يريد النمرة و اعطني المطبس لتليفون و لكي هز تليفون و حدايا و يضع ستوريات فيهم عنوية و يشكرني و اذا ادويت لي شيء واحد يقول يا هاكي انت اللي تدوي معها هزيته واحد و حطيته واحد و قلت احمد الله و اشكره و اقول الله يا ربي هاد شيء اللي تمنيت هذه سنوات و سنوات الارض ما قدتني شبل فرحة ست شهور هو على هذا الحال دوزنا فيها علاقة لي صحيحة علاقة لي حقيقية ديالزوج مزوجين ما بقى شك يدير شيء حالة لي خيبة و لكي يشوف فيها غير انا عمرو ما حط علي ايدي ديك المدة كاملة ولا تخاسمنها لكن هو وسط هاد شيء كله و هاد تبديلها كاملة كان داخل في كتئاب حاد الضرجة ان هو حواجه ما كان شيء بغيبت لهم و خيرت يبكي و طلب مني السماحة و كيفاش نكفر على هذي و علش مو كنت كان دير ليك لكي كنت كانت تمنى ها هو كيت تحقق تيبغيني و تيبغي بنتو و تيبات مع النقني و سمحي لي يا سعاد سمحي لي يا سعاد بلا شوية شوية يخرج ها هو صفر و هنا هزيته واحد و احطته واحد اخر لا ماشي حطته واحد اخر احطته الاول اللي ركو معقلينا ليه ارجع كيف مكان و إذا بغيت اغنى هزيت تليفون تقفز عند باله و غدين هزيت تليفون دياله قلت لي ما كتبت تلتي افلان و سيرد البال تليفونك و كنت احسبيك بلا انك باعدت عليها سيقول لي انجيك الصراحة هاد تزواج انا مصالح ليا حلت في عيني ما فهمت والو قال يراني دفعت الواحد دولة و قبلتني و انا راني بغيت نمشي لها و غدي بقبلني معاك انا ازواج عائق في حياتي و ما غادي بيا فين و معاك ما غادي نوصل للي حتى شحارة غانبقى وقف غير هنا الله و ما نتفارقه انتي الله يسهل عليك و انا الله يسهل عليها واخراني ما غاديش نقدر نتفارق على بنتي ولكن هاد شي اللي كان انتي بيت الناس و ما تستهليش هاد شي اللي كان دوز عليك و صبرتي معايا بزاف و افلان رأي لي بغي يوصل لتي وصل هو ومرته و مولاده و ماشي بوحده لا انا صافي هذا هو القرار ديالي ما نكذبش لكم انا من نهار عرفته و انا مدلولة ومسامحة في حقي و الحاجة خيبة لي و الحاجة تزينة ليه عمرني ماذا تلقي مع راسي و المشكلة انه ما كناش مخاصمين جاقل هاليا منه و دراسه علما انه عام مكانت يدير والو و عنده الفلوس في البنكة يمشوا غير الترسي و بزاف ديال مبيقات حتى قلبت له التليفون ديال و لقيته ورجع لحالة لولا ديال لبنات قال لي انا مريض و اذا تفرقت عليك غادي نبرى سافي بسم الله اذا كان فرقك عليها و على بنتك غادي يخليك انك تبرى انا ما عندي مشكلة نتفرقه من دابا فاشتفني بلي انا انا مشيت ليه مع الفكرة دياله و مع هواه قات يبكي و انا مقدرش نتفرق علي بنتي و راهية حياتي و كيفاش غادي تدير تكبر بلابية انا مفهمتك شدبع فلان كتقول لي يا سالينة شوي كتقول ما تفرقت علي بنتك لا رأسه في سالينة ايوالله يسر ليك قالها المولد و قتلها هاشو قال لي هو اصلا ما عارفش وش غادي يخرج لي الوراق و غادي تعطي لي الفيزا ضغيه باعنا على قبل المستقبل و اللي ما زال اصلا ما ضمنوش مشيت لدارنا حتى غادي جيندي سكراني عزكم الله مشا تصلها مشا تتوبة مشا الندم جاوزت لدارنا اعطاني زوجة الترفيقات بنتي خافت منه و ما بغاش باش انا تمشي مع واحد الحالة خرج لي عقلي و ما عارفت ما ندير تصلي تكلي لصنات لي السخارة و كانت انا شي جواب تلفت و ما عارفت ما ندير جاكي يطلب السماح على غدليه بطريقي كانت خاطئة و تطلب باش انا يسمح لي على قبل بنته لكن انا اخذت قرار باش انني انسالي ولكن هو كل مرة يقول لي اجي و انا اليوم ما عارفاش واش نبقى و اللي نمشي كي يبكي و كي يطلب و تقول لي هادشي اللي داز رقواني و ما يضيش يبقى كيتعاود و بغت مبدأ معك صفحة جديدة اسوعات ماما حتى هي كتقول لي غير سيري انا اليوم تنفكر حتى اذا بغت قاعد نمشي كالقراسي بلي انني غدال واحد اللصة اللي انا مرتحش فيها و ما بتأكداش بلي انو هاد السيد غدي تحسن ولا لا انا حكيت لكم اليوم حكيتي باش تخذوا منها عبرة انا و الامهات يقرصوا بناتهم و رغم انهم بغوش يسمعوا ليهم العبرة التانية ما تكون واش مدلولات بحالي والحاجات الثالثة اللي بغت نطلب منكم و اللي اعلق بالها حكيت لكم هاد الحكاية انا اني بغت نعرف الاهراء ديولكم واش نرجع لي واش نبقى معاه انا مازالت الفانة هذه حكيتي وهذه هي كانت حكاية سعادة يا سادة يا كرام الاجوبة اللي عندي خليتهم اللي عبيني وبينها سوف نخليكم منتوما تبضعوا في التعاليق انا عارفة كما بي انو دل قصة قد تعصبكم لانو انا اولكم اعصبتني في بزاف ديال المراحل لان درجة انو سرزتني لانو الجواب واضح وباين كانوا بزاف ديال المواقف اللي كان من الاول انو لكن سبحان الله كل واحد يشوف وش كل واحد باش كيت تبتاله انا غضي اخلي لكم تحت التعاليق ما تنسوش باش انكم تشاركوا في الجيفووي وهذه المناسبة تخليوا التعاليق جميلة السعاد تفيقا وانتلقوا في الحق الجاية ان شاء الله ضمتم فراعتي للآية وحفظي وسلام سلام